اهلا بكم لو انت عندك كارتشة من انفيديا الفيديو ده هيزبطك ويعرفك كل المميزات اللي ممكن نستفيد بيها في الالعاب بالكارت بتاعك اما لو معك كارت بقى من اي ام دي فهتعرف بعض المميزات اللي انت ضحيت بيها بسبب قرارك بس قبل ما تتكلم عن اي حاجة احنا عايزين نعرف انت مين وعايز ايه هتلاقي لينكي في الدسكريبشن ممكن تقترح منه علينا افكار او تسألنا سؤال عشان نعرف انت مين وعايز ايه انفيديا في 2013 عمل برنامج اسمه جي فورس اكسبرينس هدفه الرئيسي زبط كالعاب اوتوماتيك وبعد ما نزل اي ام دي ردد ببرنامج اسمه اي ام دي جيمينج ايفولفت بيعمل نفس الووظيفة بالزبط لكن لكروة اي ام دي الفرن برنامج اي ام دي كان في الاصل برنامج تاني اسمه رابتر وام دي اشتريته على عكس جي فورس اكسبرينس اللي هو ملك الانفيديا لان هم اللي عاملينه بنفسهم المهم مع الوقت المميزات في جي فورس اكسبرينس بدأت تزيد وام دي جيمينج ايفولفت لغا ومن ساعتها اي ام دي ما نزلتش حاجة بديلة عنه وانفيديا فولدو تطور في جي فورس اكسبرينس وتضيه فيه مميزات كتيرة جديدة فتعلم تتكلم عن شوية من المميزات دي اول حاجة وهي هلف الرئيسي بتاعه وهو تصبيق جرافك الالعاب اوتوماتيك على حسب امكانيات جهازك خب كل بساطة تفتح اللعبة مرة واحدة بس على القل عشان البرنامج يقرأها وبعدين بتقفلها تاني وهتلاقي فيه تاب جيمز جواب برنامج اللعبة ظهرت فيه ولما بتدوس عليها بتلاقي زرار اسمه اوبتومايز الزرار ده بيضابك جرافك اللعبة اوتوماتيك لأحسن حاجة تديك جرافك كويس واداية مقبول في نفس الوقت وده احسن اختيار عشان تلعب اللعبة على ستين فريم على مقاس الشاب بتاعتك ازا كان الف تمانين او تو كي او فور كي لان كل رزولوشن لها اعدادات مختلفة ولو حبيت تعالي الاداية على حساب الجرافك او العكس عن طريق حاجة اسمها تقدر تحضر انت عايز اداء عالي عشان مثلا لو عايز تلعب على مية اربع واربعين فريم او اكتر او مثلا تحضر انك عايز جرافك اعلى في عادلك الجرافك لكن مقابل ان الفريم زتقل عن ستين فريم تاني ميزة وهي التسجيل قبل ما جيه فورس ينزل كان فيه اختيار من الاتنين كانتسجل اللعبة اللي بت تلعبها ببرنامج يقلل الفريمات بس يطلع لك ملف حجمه مقبول ودي ما كاريتش بوراك مجانية بمناسبة يما تسجل ببرنامج تاني ما يقللش فريمات بشكل كبير بس هيطلع لك ملف حجمه جدا زي فرابس مسلا جي فورس انكسبرينس لما بدأ ايدعم تسجيل الععب حل المشكلة دي تماما وبقى ما بيقللش فريمات نهائي وبيصاب بكورتي عالية قوي وفي نفس الوقت بطلع ملفات حجمها مقبول جدا تارت حاجة هي خاصية شادو بلاي اللي تض بعد ما اضفوا التسجيل دي خاصية بتخليك تسجل لحظات معينة من غير ما تسجل اللعبة كلها بمعنى انك مش هتسجل كل حاجة هتلعب عشان تصور حاجة معينة انت بكل بساطة هتسيب شارو بلاي شغال مجرد ما حصل حاجة انت عاي تسجلها بتدوس على الظرار في الكيبورد هيسجلك اخر خمس دقيق بس على هيئة فيديو عندك عالهارد عشان تسجل حاجة اللي حصلت لك في اللعبة من غير ما تسجل كل لعبة بتاعك والوقت ده ممكن زويتها لحد عشرين دقيقة فممكن تسج الهايلايتس اللي ظهرت من شارو بلاي والخصائر يبتدعم علعاب معينة وكلها علعاب اونلاين زي بات الفيلد وبوبجي واللعب علاماتة دلو بريكرز كل اللي بتعمل لك تشغل تقنية وتخش تلعب اللعبة عادي جدا وبعد ما تجيب مياخرس هتلاقي واندو ترعيط لك فيها كل الحاجات اللي انت عملتها زي الكلات اللي عملتها مسلا اولة اللي انت حققها وبتختار منها اللي انت عايد تسجله كفيديو وترمي الباقي في الزبادة خمس حاجة هيا لسكرينشوتس محدش هيس داني لو قلت لكم ان قاعد فترة طويلة بيصار في دهاب بس من غير ما يكون بياخروا لكن طبعا دلوقتي بياخروا عادية جدا او مميزة جدا ممكن تدوس على الزراب معين في كيبورد عشان ياخد صور اللعبة ويسجلها لك في مكان معين لكن ده لعادي في برامة كتير جدا بتعملو المميز بقى في ان في تقنية تصوير مطورة جدا واسمها انسل ودي بالزبط عامل زي الفوتو مودي اللي موجود في بعض الالعاب واللي بتدعم علعاب معينة بس زي او او غيرهم وده بيخلي الليك تتحكم في كاميرا وهمية جوه محرك اللعبة والزبط زور تصوير مادة تساعة العدسة والاكسبوجر بتاع العدسة اللي هو كمية الدور بتخش جوه العدسة والسطوع بتاع الصورة كأنك بالزبط ماسك كاميرا جوه عالم اللعبة باللحظة معينة ثابتة وطدر تغير الالوان وتعمل بعض الايفكتيات على الصورة واللي حلو جدا بقى مميز موضوع انك ممكن تصور صور برزولوشن ضخم جدا واكبر من مقاس اللعبة على شاشتك تقدر تصور مسلا بزولوشن ستاشر كي وتقدر ك كمان تاخد صور سري سيكستر للمكان اللي انت فيه الحاجات والاختيارات والبوسابلتز الممكن تعملها كتيرة جدا ولا نهائية وفيه ناس صوروا صور حلوة جدا باستخدام انسل سادس حاجة هي فريستايل او جيم فلتر وده ممكن عن طريقه تعمل افكتات معينة زي تغريب برايتنس او الكنترس بتاع اللعبة نفسها وانت بتلعب وطرق كمان زود لالوان او تقللها اللي هو الساتوريشن فطرق تخلي اللعبة بالشكل مريح لك او بالطريقة اللي تخليك احسن فيها عش تستخدمها في بتاعتك او حتى في الفيديوهات اللي بتصورها لللعبة. سابعة حاجة هي الشير على سوشيال ميديا. بتدر ببساطة طلبة الفيسبوك بتاعك او اليوتيوب بتاعك وده بسهولة جدا ممكن يخليك وانت وسط الجيم تاخد مسلا او فيديو صوره وتدخل في تختار الفيديو اللي انت عايزه وكمان تختار جزء معي من الفيديو وتعمل فيسبوك بوست بيه. كور ده وانت جوه الجيم من غير ما تصور فيديو عادي. وبعدين تعمل له منتاج عشان تطيع منه حتة معينة. وبعدين ت تحطه على فيسبوك كبوست. كور ده ممكن تعمل له بسرعة جدا وبسهولة من جي فورس اكسبرينس. وممكن كمان بدل ما تشارف فيديو على شكل فيديو تشاره على شكل جيف متحرك وتكتب عليها كلمة معينة مثلا. طيمن حاجة هي الجيم رادي درايفر. اداة كروة انفيديا في الالعاب باعتمد بشكل كبير على الدرايفر بتاع الكرت. فانك تبقى دايما عامل لاخر درايفر نزل من انفيديا دي حاجة مهمة جدا. لان كل الالعاب الكبيرة قبلها بتنزل انفيديا بتشغل عليها وتنزل ت اهديث للدرايفر مع نزهور اللعبة مخصوصا هو يخلي اداء اللعبة افضل ومستخرة اكتر على كروة انفيديا مختلفة. دول اهم التمانية بتقدمها انفيديا للجيمرز بشكل مجاني مع كروة انفيديا. وده اللي بيخليهم افضل حاجة للجيمينج. بجانب بعض التقنية التانية اللي لسه حاجات تحت تجربة زي انفيديا شيلد مثلا. واللي بتخليك تتحكم في اللعبة وانت في مكان تاني بعيد. بس لسه التقنية ما لهاش تطبيق فعال بشكل ممكن يستفيد بيه. بس الحاجة زي دي هرسنا في الكلود جيمينج عشان تقدر تلعب لعبة مش على جهازك اصلا. او تلعب من الصالة مسلا على جهازك اللي جهة القوضة وانت قدام التلفزيون. المهم كده احنا هنكون وصلنا لهاية الفيديو بتاعنا. مارساش تقول لنا انت مين وعايزي. اللينك تحنا في الدسكريبشن. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكريب للقناة. وبص على قرارات تقنية جديدة بتاعتنا ارتك. ولحد الفيديو اللي جاي. السلام. اشتركوا في القناة